بسم الله الرحمن الرحيم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم على خير في كل أحواله فهو إما شاكر على النعماء أو صابر على الابتلاء فقال عليه الصلاة والسلام كما يروي صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وإننا نستشعر من هذا الحديث الثقة ورباطة الجأش التي يزرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المؤمنين والتي ينبغي أن لا تغيب عنهم في كل حال فلا خوف ولا جزع ولا استسلام في أي حال فقلب المؤمن مطمئن لا يعرف الهلع والفزع فما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه أما تعامل المؤمن مع الأوبئة السارية والأمراض المعدية فيمكن تلخيصه بهذه النقاط لا خوف ولا جزع منها فهو يؤمن بأن الأمر كله لله وأن الضر والنفع بيد الله وهذا لا يمنعه من الأخذ بالأسباب الظاهرية والإرشادات الطبية الوقائية بل إن ديننا دين النظافة والطهارة وقد تعددت أساليب الطهارة في أحكام ديننا فقد عقد الفقهاء أبوابا عديدة في أحكام الطهارة وإزالة النجاسة من وضوء واغتسال وغسل لليدين قبل الطعام وبعده وغير ذلك المكث في البيت والعزلة قدر المستطاع فقد روي أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال عمر أدعو لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال أدعو لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال أدعو لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف رواه الشيخان تحصين النفس بالآيات والأذكار والأدعية فقد ورد من قال حين يصبح وحين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء أخرجه مسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي أخرجه أبو داود حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مفصل من مفاصل الإنسان السليم عليه صدقة شكراً لله وطلباً لاستمرار السلامة فقال صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة صحيح البخاري ولا تقتصر الصدقة على الجانب المالي بل قد تكون الصدقة بكل فعل خيري لساني أو بدني التوكل على الله وصدق العزيمة وعلو الهمة وبشاشة الوجه فإنها السلاح الأنجع لمساندة مناعة الإنسان وجلادته أمام الأسقام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر